مساء الخير كيف اخباركم ان شاء الله طيبين مساء الله خير عليكم كلكم ان شاء الله بخير كيف احوالكم صحتكم صوت واضح الناس سمع تسامين جميل طه الحاج المحارب صرفه بس المحارب دهلو تز محمد بابكر يا حربي ابو بكر حسن الحربيين فتحي هدنا في الرادي والبل في الوالدي محارب خالد خليل محارب مصعب الطيب المحسن محارب ابو سمر بخيت واما في محاربات المحاربة اللي ابن احمد واما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم صال خير عليكم كلكم ان شاء الله طيبين كيف احوالكم كيف مسيتوا كلكم موسيقى 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 صلى الله عليه وسلم 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 بنسمع تسجيلات وبنسمع فيديوهات وبنقرأ في صفحات القوات المسلحة وضباط في القوات المسلحة لما تفرض الهدنة بيقول لك الهدنة دي احنا ما قابلانين بها ده كلام كون انتو زادكم يا جيش ما هو نفسي كلام نحسي فإحنا بنسأل البرهان بيفرض الهدنة ليه وإحنا بنرفضه ليه البرهان لما نقول له انت بتفرض الهدنة ليه يجاودنا لكن الاجابة بتاعت انه التخوين والطعن في القيادة في المرحلة دي دي ما اجابة دي ولا دار اسمع دي ما اجابة انا جبت لك كلام منطقي تردع له بكلام منطقي واحد اتنين ثلاثة سألت لماذا لم يعلن القائد العام الاستنفار في المرحلة دي احنا ما نطعم في القيادة دي ما الاجابة حقته لماذا لم يعلن حالة الطوارئ في السودان احنا في المرحلة دي ما الاجابة انه والله يا اخي البرهان عمل كده واحنا بنسخ في القائد وفي غراراته ده كلام سليم لماذا لم يعلن القائد العام فتح معسكرات التدريب او حتى حماية المدنيين في حين انه المعسكر ما داركتر من ثلاثة يوم حسب كلام العميد طارئ وثلاثة يوم كثيرة طبعا لانه النيجرز ديال بيكونوا في الخرطوم لما نقطعه شرقنيل ويجي راجعين العصر بيجي لابسين كاكي في دعمي سريع راكبين تات شرس عيقينه كون في ضارب وفي واحد تأمين وورا واحد بتاع زخيرة تزخير بس مسافة تقطعه الكبرى بيجي راجعين لابسين كاكي دعمي سريع موضوع ذاته ما دار معسكر طيب انت قلت الكلام ده تخوين في الغيادة وفي الجيش لا قلنا الكلام ده انه احنا في حرب دارين البلد كلها تحس المسؤولية ما الجيش براوة اللي قاتل المعركة دي فرضت حتى على العساكر العساكر عندهم اعتراضات على شراكة الدعم السريع ابتر من 13 سنة هو العسكري ده حسي بيحارب ما لانه لابس كاكي بيحارب لانه سوداني فالعربي الواضح كده بيحارب لانه مواطم بيحارب لانه مظلوم بيحارب لانه هو ذاته جوه الغيادة دي مهمش بيحارب لانه عنده حق في البلد دي ما بيحارب لانه جاته تعليمات جيه في ارتكس في كبرير بيحارب لانه سوداني العسكري ضابط القوات المسلحة بيحارب لانه سوداني في مليون وسيلة ممكن يخد كلاشه ويطلع هالحاجة دي في مليون مؤسسة عسكرية حسي خدتك كلاشه دي الاسئلة اللي احنا بنسأله دارين نعرف لماذا فرضت علينا الهدنة في السودان ما على القوات المسلحة او على البرهان نفسه ادينا اجابة يقول لي احنا اتفرضت علينا الهدنة لواحد اتنين ثلاثة نتكلم معاك طوال سياسة ودبلوماسية ونتكلم معاك عسكرية اتفرضت الهدنة مرت منها ساعات ممكن القوات المسلحة طلع من المستشفيات طلع من محطة الموية طلع من محطة الكهرباء تغييم كل الدعم السريع والتزام بالهدنة المعارك في الشارع او ان هو عمل تحركات عسكرية ده كلام عسكري انا ما ادرس معه سؤال محدد يا قوات مسلحة هل بعد فرض الهدنة علينا احنا ديل احنا المنتصرين وبتفرض الهدنة لما الدعم السريع اصل مرحلة 90% من الانهزام طوال بتصهر السعودية بعهدنة في زل ما عارف الحاجة دي كلنا عارف انها واضحة يبقى الهدنة بتفرض علينا كلنا ما على البرهان بس احنا السعب السوداني ده والقوات المسلحة بتفرض علينا الهدنة من الخارج غصبا عننا حاضر دي فاهمنا بتقدر تغييموا ليه حس تستفيدنا شنو من الهدنة من جانب العدو الدعم السريع عملينا شنو والله يا اخي تحركوا واس ممكن اعلامه نطلع يقول احنا والله قدمنا لكم مساعدات طبية وودينا معارف مساعدات قزائية في توتي وودينا معارف منغا في بحري ده الدعم السريع ممكن نكذب كده انت جيش شفته عمل الحاجة دي لما انت تقعد تتفاوض معاه مرة واثنين وثلاثة تحت مظلط انه الدعم السريع اول حاجة عشان اتفاوض معاه لازم اخلب بيوت المواطنين والمؤسسات الصحية والمؤسسات الخدمية حتى انا اتفاوض معاه كل مرة انتوا ما قاعدين تعملوا الحاجة دي تفسير ايشنو والله يا صرف ده كلامك ده فيه تلميح لطان في القيادة وده التخوين ما وقته دي ما ايجابة حس انت بتفسره ايشنو كل مرة المؤسسة العسكرية بتقول انا ما بقعد مع الدعم السريع الا يعمل الشروط دي دي من حق المواطن احنا ما دارين مساعدة يعني حس انت لو عملت الهدنة دي عشان تساعد المواطن اقول لكم ما عاوزينها ما عاوزين مساعدتكم ولا عاوزين غاسة ولا غيره عاوزين بس الهدنة دي الشرطة الاساسي فيها يتطبق اطلع ليه من محطة الموية دي خلي البيوت تجيها موية الدعم السريع اللي بطلع من محطة الموية المواطن حيرجع بحري بكرة الصباح الحردي بتنتهي بكرة الصباح بتنتهي انتشار الدعم السريع والخرطوم بيقت مدينة اشباح لانه ما فيها مواطنين فيها اشباح فعليا فيها ارواح الدعامة الشريرة حايمة فيها الزومبي حايم هم الحايمين ده الدعامة ده المازومبي انت بتاكل حق أخوك بتتصب المرة بتدق الراجل ده مازومبي البشر الطبيعي ما بيعمل كده في حاجات بديهية الله خلق عليها الناس المفروض ما يعملوا الغرام ما تكلم فيها ويلوا للمصلين ليه قال ويلوا للمصلين مفروض الآية تكون ويلوا للذين لا يصلون مش للمصلين لأنه مفروض أي زول يصلي أي زول يصلي لأنه واحد اثنين ثلاثة بيعملوها غلط لكن الآية المفروض تقول بديهيا كل الناس تصلي ما يكلموك يقول لك حتمشي النار المفروض تصلي يعني بديهيا أنت ما مفروض تكون زومبي حايم بتقتل بتقتصب ما سميها تحت حرب فإحنا دارين ما دارين مساعدة في الهدنة ولا دارين إعانة ولا دارين توزيع إغاثات لأنه شهرين بيقوله دارين إداما سنة طلع من محطة الموية طلع من مستشفى الدائت محطة الموية إحنا بالنسبة لينا الهدنة ناجحة ما قاعد يعمل الكلام ده وبتكرر الهدنة في التوقيت اللي بتكون إحنا منتصرين فيه إحنا مبارح حققنا انتصارات يعني انتصارات تاريخية انتصارات تاريخية وعمل عسكري رفيع المستوى انتصارات شنو ما رموليكم طيارة في البحر ما يرموها نعم ما يرموها أنا ما عارف القحاتة قايمين وقاعدين وفرحانين طيارة وقعت طيارة وقعت فيها النسري جوي سوداني هي الطيارة دي عندها غيمة الطيارة ما مكنها وفي قاعدة في علم المكانيكة بتقول لك المكنة دي انت صنعتها بني آدم يتحكم فيها ما تتحكم فيك هو يتحكم فيها وداها أقصى استفادة منها وأقصى تأمين ليروحه وتأمين للمواطنين ونزل في الموية ده موضوع ياخد عليه وسام عثمان مكاوي في الشجاعة بسم الله الرحمن الرحيم انتصارات كانت كبيرة حتى فيها حتى لما انضربوا لنا الطيارة دي كان عملية عسكرية تدرس لأنه نسبة انه يطلع من الموية ضعيفة الطيارة بيتقلع ده وخش الجوة في الموية لا في كرسي بفتح ولا في باب بفتح ولا في أي حاجة دي بسالة دي دي كلام احنا للقاحات حيستوعبوه لا يطلعوا يقول لنا طياراتكم وطياراتكم الخرد ياخي طياراتنا خرد انت اش يدخل أمك ياخي انا مع عارف اجانب بتكلموا فيه اجانب بتكلموا فيه بتكلموا في ضباط القوات المسلحة من اول من شابكين ياسر العطا ده ما كان معاكم في لجنة التمكين ياسر العطا ده انتو مزعلوه لأنه لو طلع عليكم مستنى دات التمكين دي وطلع في في فيديو خمسة ددايك بس قال انا انسحبت من لجنة التمكين لأنه فيها فساد واحد اثنين ثلاثة انت تاني ما بكون عندكم وش تعاين في وشك في المرايا ما بدي عينه شابكين أنا ياسر العطي ياسر البتاع ياسر العطي ده ما كان زولكم حس في العيد الفاد ده مش دافع عنكم وعن محمد الفكي وعن أمانة بتاع وإنكم والله كويسين وإنكم بس بعض الأخطاء وإنه ملتزمت غانونيا كلام كان ببلوماسي بتتفاصحوا في ياسر العطي ياسر العطي ده يتكلم فيه إحنا المواطنين الأحرار نقول له شاركت الجزم ده كيف مسحت بتاريخه وتاريخه القوات المسلحة لكن طمع تطلعوا انتو يا قح هتتتكلموا فيها سراحته ما تتكلموا لينا فينو طيارة رميتها في الماء ولا ما رميتها نرمي طياراتنا انتش دخل أمك ما لك انت أنا ما فاهمت ما لك انت مش قلت معايد خلاص قفل بلعتك احنا معاربين ما عندنا مشكلة مع الجيش انتصارات ضخمة جدا ظهرت في آخر ساعات انو توقيح هدنا مع الدعم السريع برعاية سعودية الهدنة دي انتو حس يا جيش بالليل ده شايفين استفدني منها حاجة الديني يقول لي الدعم السريع عمل لينا واحد اثنين ثلاثة ما تقول لي أخطاء الدعم السريع دارك تقول لي فوائدة ابقى ما فيها فوائد أنا ما دايرة فالحالة ده أنا داير رد من القوات المسلحة ما تقول لي يا أخي انت بتضعم في القيادة أنا بضعم في أي حاجة ده رضعم فيها حر ما تحاصروني ما تهددوني ما تتكلم معي باللغة بتاعت الاستعلاء اتوا ما فاهمين أنا فاهم بالمناسبة أنا فاهم ما دام الزول بيسأل فيبقى فاهم الفاهم دا وبيدقي الحصرية الاجابة اللي جاو أما الكلام في حاجات ما عارفينها دي ما اجابة في حاجات خافي عليكم دي ما اجابة في حاجات بتشاف من هنا وما بتشاف من هنا دي ما اجابة الاجابة إنو احنا عملنا واحد اثنين ثلاثة بناء على واحد اثنين ثلاثة أنا ما ادربت القوات المسلحة قلت ليهم قولوا والله لو بالدعم السريع مالتزم بشروط الهدنة احنا ما حنواصل فيها وحن أخرغها أنا ما قلت الكلام دا الشروط قلتوا هاينتو ديل قلتوا الدعم السريع يخلي مناطق المواطنين المؤسسات الخدمية ويطلع من المستشفيات قلتوا هاينتو مالتزم بها الدعم السريع ما ترجع ليتانا تلوني بعد دا انا اقول فيك الدار اقول احنا نسأل المواطنين السلام عليكم الفائدة اللي استفدتوها الليلة من الدعم السريع شنو او الهدنة عموما يا مواطنين استفدتو شنو استفدتو شنو والله الدعم السريع الليلة تمدد يا اخوان فعليا يتمدد في احياة كتيرة المعمورة 84 شرع الستين الحتات المال اجنفها فرجة دخلوها الليلة دي دي بيه سبب الهدنة الجيش عارف الكلام دا ولا ما عارفه عارفه عنده طيارات بترصد ولا ما عنده 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 مخابرات بترصد الخرق دي الخروقات دي ولا ما عنده عنده ليه ما بيرفعها في في المنصة بتاع الجده المرة الفاتت احنا بيهددوا فينا بيساوينا بالدعم السريع عسكر السدان ما بيساوي بالدعم السريع والمرتزغدل لا يمكن تساوي ما تطلع تقول الجيش والدعم السريع كلاهما خرغ الهدنة ما دام الجيش عنده طيارات ومسيارات وعنده اجهزة رغابة واغمار صناعية اللي طلع الفضايا حقتهم في تلفزيون السودان ده هنا انا بسأل ما تجد قول لي اخي ده تطعني في الغيادة ما طعنت في الغيادة ما ده التلفزيون قدامك تلفزيون ده حقنا ولا حق الدعم السريع تلفزيون ده حقنا ولا حق السعودية جب ليه الخروقات الدعم السريع ده في التلفزيون الدعم السريع الليلة دخل مناطق كثيرة دخل حتات كتيرة بحجة الهدنة انا الكلام ده ما بقبله انت قاعد تديه فرصة يتمدد فيني وفي عرضي وفي بلدي انا ما بقبله الكلام ده بعتبره هنا دي خيانة ما ترده عليه تقول ليه انت بتطعم في الغيادة ترد عليه بالتلفزيون بسعل وين المنصة الاعلامية حقة القوات المسلحة والجهازة التوجيه المعنوي ما في زال برد عليه حتى طريق الهادي ده ده بيقوم باجهات كبير حتى لو ارتكب اخطاء او قال كلام او معلومات محتاجة توضيح منا نحن ليه حاضر بنفس اللغة دي هو بمجاهد احنا ربنا يتقبل اللي بعملوا بلبس كاكي بيضرب رصاصة بلبسوا ذم عملية بيعالج مصاب بيقيف بيوجهنا بيتسبتنا وبيقيننا بلا اله الا الله ربنا يتقبل منه والله ونشهد ليه والله ما في اثنين ثلاثة وين باقي الجيش المؤسسات الرسمية وينها في مؤسسة الرسمية في مؤسسة الرسمية بتعترض على كلام الطارقة الهادة الجيش ذاته معطرد بيقولوا المرات بيلبس الكاكي في الكلام اللي بيقولوا طارقة الهادة بيحسب على القوات المسلحة الراجل لكن الراجل من جوة غرفة العمل لا تقعد تتكلم انت وينك يا دتور نبيل عبدالله ناطق رسم باسم القوات المسلحة مخلينا مجهجهين من العربية للحدث مخلينا مجهجهين من لايف للايف لا تطلع تتكلم هو الحرب دي معمولة بالدس ولا شنو انتو في حاجة عملي حميتي بالليل ما جاب اني هرحمي افتاني فيش نو اداني تقول لي تقول لي استوعب ما دار استوعب انا دار كلام واضح عشان اقدر حاسبك في مسئولية لازم تكون قدورة الجيش اللي بيموت في الشارع دا والبيستشهد في الشارع والبيقاتل في الشارع والبيضحوا بيوصروا دا داريني عارفوا الكلام اللي انا بقوله دا ما في زاله ردة لي قول لي انت ما عارف ما دام عارف انا ما عارف تجاوبني ما عيوني طالع عشان اسأل بسأل دا هو فعلا ما عارف العارف صاحب الاجابة انا دارك تجاوب انا حسي حخليكم كده تجاوبوا ما عندكم حل استفاد الشعب السودان شنو من الهدنة فضل تمدد الدعم السريع زيادة النهب والسرقات واحد ظهرت ارتكازات في حتات كانت جيش نسفة حسي ظهرت عربيات مقاتلة في حتات كتيرة الجيش راصدة ولا ما راصدة بتخلوا الدعم السريع يعمل كده ليه لاقينا صرفه احنا لو حرقنا القوات المسلحة طبعا فرص دي والامريكا بمتابعة الموضوع فالموضوع دا يمكن يحسب يا خس اخلي ايطل ليه شغالين بامريكا ما شغال بالمواطنة اللي بتناديك دي انت ليه يعني اكبر امريكا ولا عرضك اكبر امريكا ولا الله اكبر اكبر منه امريكا دار تدعمل في الموضوع دا احنا حسي الضغط اللي بيحصل على القوات المسلحة والملفات وخيانة السوداني احنا قاسمينها معاكم نصبا نصي على جيش حسي الغيادة اللي بتقول ليه بتخوينها دي انا قاسم معاك حتى الحتة اللي انت خشيتها دي ودخلتنا فيها دي حاضر كغيادة انا خشية معاك حسي وشايل معاك شايل معاك انت قال البنت هكون دي مدالة الشعب السوداني نتيجة لغراراتك انت وغراراتك انتو وعدم انك انتو وقفتو في الغلط كانت اشيل كلاشك ده حسي لو فرقة واحدة من القوات المسلحة تمرد السنة 2019 ضد الدعم السريع جو الغيادة كلام ده ما كان حصل كنا حنضحي بعشرة شهداء لكن كان السودان عاش الف سنة في امان ده كلها كان ممكن تعملوها انتو حسي انا ما قاعد حاسبك انتو عملتو شنو والله احنا طقنا وقبنا بفرض الوصاية الدولية وقبنا بالامارات والسعودية وقبنا بحمياتيكم فوق راسنا انا معاك يا زول ده غلط نشيلو سوا احنا بندعامل انتو انتو ما غربة مننا يا جيش انتو ما غربة مننا انتو اولادنا غلطوا احنا قاعدين نجيف معاك اجدعك البحر يعني اجدعك البحر احنا بنصل مرحلة حتى في العرض يعني بناتنا بغلطوا احنا ما ملايكة في بيت دكتورة في بيت مهندسة في بيت بتطلع بتعمل غلط بيجيب بيجيب ولد الناس حتى لو بس ما بيكتلوه يعني ولا بيكتلوا البيت ولا بيكتلوه غلط غلطة احنا غلطة ممكن تعملها حسنا ما مقاسمك فيها لما نشاورك ما معناها احنا بخونك درجة قاعد محلك لما نشاورك حسنا عشان نجيف تعلي صوتي توصله جدد قلنا الشعب السوداني قال كده ما انا بخون فيك حسنا ما نعلي صوتي وقول يا اخي والله القيادة عليها تعمل كده معناها انا داير اطعم في برهانة او اطعم في كنتة او اطعم في الجيش ابدا تمشوا جدد تقول لهم والله الشعب السوداني رفض الهدن لخروقات واحد اثنين ثلاثة الهدن دي تانا ما بتنفع عليكم عشان نقعد مع الدعم السريع تاني تفرضوا على الدعم السريع واحد اثنين ثلاثة انا بعل صوت الشعب السوداني عشان توصلوا هناك التفاوض تبرينوا ان احنا قاعدين معاكم احنا اسي ما خليناكم براكم يا جيش ما خليناكم براكم وطيب واحدة من الحاجات اللي احنا بنشكك في الغيادة فيها انك ما لا ديتنا حس انت يا صرف ما قاعدت تدعو للاستنفار والمقاومة الشعبية وناجحة الحمد لله ناجحة لكن بيعتبروا نفسهم بيعملوا في حاجة غلط بيعتبروا نفسهم بيعملوا في حاجة غلط الدليل قاله طاري قال هادي قال 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 يا اخي احنا بنقبل اي زول والناس تجي الكلام بتاعه ده كلام زول راجل وعارف في المسئولية ورغم انه كده ورجالته بتصهر في انه بتجاوز خطوط الكاكل لابسه كلامه ده ممكن يوديه بالمناسبة لكن هو بيخاطر وبقوله وهو بيطلع لكلمة الحاج من اشهد له اسمع لكن لك انت قل لي قارك في النهاية تقول لي يا اخي انا ما بفسر وانت ما تقصر الكلمة دي هنا احنا قاعدين نعمل في شنو غلط كيف تقول لي يا مواطن انا مظلوم منتهك جانعت ده خارجي تقول لي يا اخي احنا ما بفسر وانت ما تقصر يعني انا اجي الغيادة العامة مدسدس كده تدونيك لاش بدس يعني بتخاف وانتو ده كلاميه هنا ده اعلن استنفار حس انا باعلن استنفار والناس بتستجيب ليه لكن انا ما الدولة انا السوداء لكن انا ما الدولة انا ما الغيادة لما انتجي منكم انتو الناس بتعمل ضحى احنا دارين اعمل ضحى الموضوع ده داره نعمل ضحى انت بتقول لي الموضوع الده لو عملنا ضحى بكون فيو ترتيبات تانية شنو الترتيبات اللي انت خايف منها قاده اقول لي انتو معي اسخ في اني كده شويه قل ليا يخايف مني شنو والله يخايفين من التدخل الاجنبي التدخل الأجنبي فيه قصور كبير جدا من الخارجية السودانية برضو متواطئة لأنه لما تصهر جبائل في أفريغيا الوسطى وتشاد تعلن ولاء للدعم السريع ومحمد حمدان دلقه وما ألقى الفيديوهات دي في الأمم المتحدة أنا بلوم كونين تديل لكن إحنا المواطنين تخافوا إنكم تطلبوا عوننا وتخافوا إنكم تقول لنا يا شعب السودان أجيفوا مع قوات المسلحة علني تقول لي يا أخي تعالوا إن إحنا ما بمفسر إلتما تقصر وحمدتين الجبائل الجبائل ما جوا السودان بس ما أخليك من الرزيقات هس الجبائل من بداية الحارف دي ما لابسين أزياء ما سودانية بيقول لك دا ولدنا إحنا جائلنا والناس يتحرق عليو علنا أنتو خايفين منك وانتو قولينا تعالوا خوش الغيادة العامة شيلوا سلاح خايفين من دينتو بتبيعوا فينا ولا شنو ما تقول لي تحمل المسؤولية بحصل شنو يعني حمود ما يموت يا أخي كلام دا حيحسب على القوات المسلحة ما يحسب على القوات المسلحة خايفين منو انتو إنتو خاطين اعتبار لمنو تانيك أدو أورنوني إنتو ماسكين عليك شنو أتوريني حمدتي في عالم البرزخ تحشد له القبائل عالنا خارج الدول حمدتي بس في تشهادة الأسبوع الفات شخصيتين دستوريتين أعلنوا ولاء للدعم السريع واحد منهم سفير قالوا التشهادين مساكوه واحد منهم قايد حركة جاء واقف في شعر على ستين واقف في دبابة سودانية حطمه وبيعلن انو هو جاي اعمل شنو كلام دا واضح ولا ما واضح لكن انت مادر تقول لي مادر تقول لي انت تقول لي يا اخي احنا ما بنفسر وما بنقصر الكلام دا لو ماجا من القيادة ما هيكون عنده اي اثر البرهان اطلع عالني عديل يقول نعلن الاستنفار واحنا في حالة طوارئ ممكن تصيغ الخطاب بطريقة كويسة لما انت قل لي يا برهان واحدة من الثلاثة كلمات وبعدين تجي تقول لي والله يا اخي احنا ما بنفسر ويتنا ما تقصر قل لي اعلان حالة الطوارئ انا بعرف السودان كلها هيجي في استانباي المؤسسات والوزارات اللي في الولايات هتجي في ولاية معرضة لخطر الاجتياح ولاية واحدة لو كسل دي سقطت السودان دا تاني ما هيقوم لستة الف سنة لو سقطت الابيد انت عارف المعادلة هتتغير ولا ما عارف هناك اتفضل اقيف اقيف انت معامل فيها اقيف اتفضل اقيف جاوبني اصرار الدعم السريع على سقاط مطار الابيد واصرار الدعم السريع على سقاط الجنينة الجنينة فيها مطار حميد تقال انا مسيطر عليه في اول خطاب اتكلم فيه في الجزيرة بالان مسيطر على الغيادة العامة وسلاح المهندسين والمطار ومطار الخرطوم الدولي ومسيطر على المستشفيات والكبارك كبري بحر وعدد لحد ما وصل مطار الجنينة هو قاعد في الغيادة العامة في الخرطوم بتكلم عن مطار الجنينة ليه؟ واحدة من الحاجات اللي لسي هو بفني في سكان الجنينة واحدة منها المطار تخيل حميد تدار ركت له طيارة في مطار الجنينة يلا بعد ذاك اتفضل احنا اسي بتفرض علينا الهدنة ليه؟ احنا بتفرض علينا مش على المواطن انا بتكلم معي وحتى الغيادة وبتكلم معي والقوات المسلحة كلنا احنا سودانين احنا كلنا السودان كلنا بتفرض علينا ليه؟ دارين اجابة قل ليه يا اخي احنا والله اتفرض علينا واحنا دارين نعمل واحد اتنين ثلاثة فعل التلفزيون ده فعل غنوات برا وين الاعلام؟ ما عندكن اعلام دارينك تحسس المواطن انه احنا والله في كارثة وحرب حقيقية الموضوع ده ما في الخرطوم ولا بتقدر تعالجه بالابرة وبس لانه الابرة دي لما تكون شغالة والجيش ماشي خطوتين احنا بنفجد مرة في الدايات وبنفجد مرة في النزيف وبنفجد طفل صغير وبنفجد الناس بالقوحة قاعدين يموتوا لانه مضاد التهاب ما فيه الصوت كيف؟ الصوت مالو؟ صوت واضح يوسف نجم الدين طيب اه صلاة المغرب الناس بيقولوا الصلاة لسه شوية لابن طيب هم في المقابل اذا انت رأت تفاided الهدنة الدعم السريع بينتشر بهدون ملكية قوات الخاصة تلبس ملكة عديل اخواننا اتكلمنا عن وجود الشرطة السودانية سألنا يا أخي إذا أنتوا خايفين تسلح المواطنين فقال في مواطنين بيقوا الدعم السريع دي حقيقة وفي قبائل بتأوي الدعم السريع دي برضو حقيقة يعني أسي حضرتك سمعتنوين قلنا يا أخي الجيش افتح المخازن بتاعته يدي المواطنين أنا ما قلت الكلام ده أنا قلت الشعب السوداني يتسلح كله طريقة التسلح شرحناها الفكرة بتاعت انضمام المعاشين للجيش ما هو إحنا أصحاب الفكرة دي ذاته وإحنا لقولنا يا أخي مادام ما در تدوا أي زول سلاح جيبوا المعاشين أبيتوا تدوا ناس عزة السودان والخدمة للزامية والشرطة وجهاز الأمن وتصلحوا لشرطة السليحة جيبوا المعاشين إحنا بنجيك في حلول لكن ما الحلول إنه إحنا نصل مشكلة تقول لي يا أخي الموضوع ده ما بنقدر نعمله ليه ما بتسلح المواطن لأنه فيه وخونا صحيح والدعم السريع ده ما فيه سودانيين ذاتهم خونا بيقوا ده عاما وشيرنا منهم الجنسية حسي دي إحنا عارفينها لكن في وسائل تانية نقدر نحل الموضوع مثال مثال قوات الشرطة بدل تلبس كاكي بتاع الشرطة أديه سلاح وإنت عارفوا ده شرطة وإنت عارفوا إنه عنده سلاح خلي غيادته تتكلم معاه وتوريه الحتات اللي يشتغل فيها دي وسيلة لكن إحنا نقول نسلح قوة موازلة الدعم السريع زي ما بجيب هو بسلح النيجرز وبسلح من برة وبجيب مدد من داخل قبائل خوانة ده جوه السودان إنت ما ممكن تكون قاعد سايا يا جيش لازم تعمل فعل موازي بتقول ليه إحنا قاعدين نسلح الناس اللي بنقدر عليهم بقول ليك يا أخي أنا ما شايفهم في الشارع إنت تسليحك ده خطة تكفاش للبتسلح بقى أنا ما شايفه في الشارع أنا لما أديك حتة فاضية زي الرياض المعمورة الفيردوس دي حتات فاضية ما فيها دعم سريع إنت بقت مدينة أشباح لأنه ما فيها مواطنين المواطنين ما راجعوا لأنك باقي شغل النظار فما عملته لو استعنت بالمواطن سلحته أو سلحت بتاع الشرطة ده ختيته بس في الحتات اللي انت نظفتها بكرة الصباح المواطنين بيرجعوا بعد بكرة الخرطوم بتدور خرطوم بتدور وبتنور ما حس انت شفت الفيديو بتاع عامس بتاع السوق العربي ما في دعامي حايم محلات الحاجات مجدعة بره لا في نيجرز لا في زو الحايم السوق العربي ده ما فيه مشكلة حس يشتغل والناس تيجي فيه ويتحرك ونعمل فيه مركز صحي مؤمن ونعمل فيه مستشفى ونعمل فيه العمارات الفاضلة دي نأمينة ومداخل مخارج الخرطوم أصلا مؤمنة هناك الكبري مؤمن وهناك المهندسين مؤمن وهناك الغيادة العامة مؤمنة دي منطقة أنا ممكن أخذ فيها الناس البيرجعوا من مصر لكن لأنه انت ما خطيت فيها موشة الموشة الممكن تتعويضه ما تجيبني هنا وكتشاكي فين المواطن جيب بتاع الشرطة دي ذاته ما إلى أنه حصل اشتباك بين الدعم السريع قبل خمسة واربعين يوم الدعم السريع اشتبك مع الاحتياط المركزي في السوق العربي غدروا أربعة عساكر بتاعين احتياط المركزي خلاص أنا أوقف الاحتياط المركزي الاحتياط المركزي هو المسبب الجنوب الخرطوم احتياط المركزي خالي جولات تاريخية تحسب للشرطة كلها على مستوى العالم إضافة في تسليح الشرطة وإضافة في إعداد الشرطة وإضافة في شرطة الاحتياط المركزي دا يدرس أنا دا كلامي هنا لكن ما معناها أنه إحنا والله في مواطنين يا صرفة وفي خوانة وإحنا الحاجة دي ما حنقدر ندي المواطنين سلاح أكفل الموضوع يعني لا ما حكفله ما حكفله أقول لك الشرطة وجهاز الأمن والاحتياط المركزي والشرطة بتاعت الجمارك ومكافحة التهريب خدتوا الليل في المعمورة بكرة الصباح الدعم السريح يمشوين مجهود القوات الخاصة في جبرة في ثلاث أربع يوم نظفوا جبرة يا أخوان حس جبرة تاني النقرز نرجع عليها والدعم السريح الرجع لها تاني ما بيستغل للهدنة وما بالقزول الصدليو تجيبوا المواطنين تخدتون في الجامع سلام عليكم عليكم السلام إنها أرواحكم وأعراضكم إنها أرضكم إنها نساءكم دارين مننا نشن عسكري ضابط واحد ومعاه ناس الحلة أنا دا كلامي وريهم يرتكز وين الليل الدعم السريح نشر قناصة دا الأسبوع الجاي دا إحنا حنفجد معناها معناها داري اكتاح الأسبوع الجاي ثلاثة يوم دا نشر قناصة العمارات ما فاضية ما ما فيزول قاعد للمواطن قاعد ولا العسكري بتاع الشرطة قاعد ولا الجيش منتشر فيها الجيش بيكتسح لكن ما بيانتشر الجيش بيكتسح لكن ما بيرتكز إحنا فهمين شغله ومغدرين وعارفين ما عندنا معاه اللوم فيزول لازم يسد الفرقة مع القوات المسلحة انت تقول لي يا أخي تعال شيل سلاح وإحنا ما بيمفسر إحنا ما بتقصر كده خلي الغايدة العام اعلن استنفار كده خلي تاني دا عام يكون حايم في السودان في مسألة الحرب 70% منها غرارات صحيحة بصوت عالي دي الحرب لما انحمدتي حسيتم من عملت الاحتياط المركزي الاحتياط بتالقوات المسلحة اللي هم المعاشين القحاتة كم قحاتين تخافين منهم حسي البهاجم في ياسر العصة كم هو نسميه ياسر العصة احصيكم ذاته يا قحاتة وودوكم بالعصة كم تمانية تسعة بيعملوا له كم لايك 14 40 50 يهو داك الحمار بزيادة حنان حسن منه كده هباني ديك شبش بالملك المؤسس او مدرستة شبش بالمؤسس تاني منه كم 3 4 انفار منه ياسر عطى كلامه مع القوات المسلحة كان واضح يا مواطنين يا اخي لو بلغت الجيش قلت لين عندنا دعامي هنا فاحنا عشان نقدر نشتغل ونأمنك زحالينا بيوتين قالوا ياسر عطى ذريب غنابل جوية وياسر العطى هلوي بيقول للمواطنين انت انت بتدافع عن الدعم السريع ويقول لك لا احنا محايدين هجومك على ياسر العطى دفاع عن الدعم السريع واضح واضح ما في اثنين ثلاثة هجومك على ياسر العطى دفاع عن الدعم السريع قال شنويا ياسر ماتقول لنا سمعنا الفيديو حقه قال المواطن لما تقول لنا في بيتك في دعامة دارنا نجي نطلعهم زحالين عشان مجيك أي حاجة ليه مجيك حاجة لأنه عارف الدعامة بكتل المواطنين وأنا عارف الدعامة بكتل المواطنين هو ما بيتكلم عدم سيغة في القوات المسلحة ما هو ده القوات المسلحة عملياتها كلها بالمل بلمل يد يد ما هو ده قاعد يجيبوها في الجزيرة ضرب العربات البوهية بتاعت العمارة ما جاءت حاجة وما بتكلم عن عدم سيغته وكفاءة القوات المسلحة ما بتكلم في دي بتكلم في انه الدعامة دي لما الواحد يخشوا عليه جبنة الدعامي جباني اخوان حس الفيديو بتاع المبدة دا حتة في مدرمان نسميها المبدة طيب عشان ما يمشي للزيفون الدعامي زنقوه قال لهون انا صغير والله وفيه كان داكات كانوا في الموضوع بالمناسبة والمصورة كان داكة ذاته انا صغير قال لهون حيانا صغير يا بيبي صغير كويس كلام دا واضح الكلام دا واضح احنا دارين الغيادة العامة تعلن الاستنفار في السودان الكلمة بتاعت الاستنفار دي والتعبئة العامة دي كلمة من حق القوات المسلحة في دستورة وفي دستورة السودان موجودة ما في زل بيقدر ينفيها ولو اعارضكم طوال الشغيل له اوكرانيا تخيل ان القحاتة والدعامة واقفين مع اوكرانيا بكرة الصباح تشغلو لهم فيديوهات الاستنفار في اوكرانيا نسوان جيش هالو سلاح انتهى الموضوع ما في زل ما تخافوا دبلوماسيا ما تخافوا قولوا الكلام وإحنا الشعب السوداني حندافع عن القرارات اللي بتحمل السودان بقرارات ستحمل السودان احنا هنجيف وندافع عنها اعلن الاستنفارة العام في الولايات خلي الولايات ينتبه للخطر الجايها ما تنتظروا لحد ما يحاصروا برسودان بعدين تجي تقولوا للناس والله الجيش طلع والجيش فيه والمشاو الكلام دا احنا ما دارينه رغم انه انا حزرتكم من اللي بحصل في الخرطوم قلت ما دار سمعها عزار ما دار سمعها طابور ما دار سمعها انه الجيش والله ما فيهم مشا ما دار سمعها انه والله شالوا منها الابر كلام دا قبل المعركة دي بي 3 شهور حسي انا كنت بتكلم حصلت وخير وانتهينا ما دار الكلام دي حصل في برسودان ما دار الكلام دي حصل في كسرة ما دار الكلام اللي حصل في الخرطوم وفي الجنين يحصل في الأبيض ما دار يحصل في الرهد ما دار يحصل في كوستي تعب يا عمم نعرف انه احنا لازم نجيف الحاجة التانية انت حضرة قلت المواطنين يساعدوا المواطنين يجيبوا لهم اكلوا يعني اجيبوا كيف الاكل يعني تجيبوه بالدفارات وكده يا طارق نجيبه كيف هنا انت لو قلت يا اخي موضوع بسيط عين هتغير الكفة الليلة لو قلت لنا انه القوات المسلعة في حملة الاستنفار والوقوف مع بواسل ولاية الخرطوم الأشاوس الذين يتصدون للاستعمار وجيوش الغزا لو قلت لنا انه على الولايات الدار الساعد ولاية الخرطوم القوات المسلحة تضمن لكم ايصال المساعدات في الهدنة بتاعت التلاتة يوم دي شوف التحالف والتآلف والوقف اللي حتحصل من المواطنين مع القوات المسلحة قافلة تجي من مدني ساعتين داخلها سوبة شريك قريبة ساعة واربعين دجيب محروسة بقوات مسلحة ماشية قدامه قوات مسلحة ورا وخدت لكم تلاتة اربعة صليب احمر في النص عشان يشوفوا الموضوع بيعينهم بس هنا الفترة فاتت ما سألتكم من المساعدات والدعم السريع وطواطئ الصليب الاحمر مع الدعم السريع لكن انت لو عملتها كده لكن تقول للمواطن اجيب دفار جانبه فيه اكل هالدعم السريع هيشيل الدفار واحد وحيشيل الاكل اتنين وحيشيل تلفون السواك تلاتة وحيشيل اولاده يقول لهم تجيبوا لنا بيت ومعها فدية خمسة مليار ده الدعم السريع بيعمل كده انا ما ممكن ايت تقول لها انا اعمل وبدس وبرأي قل لي يا اخي انا احرك الحامية بتاعت مدني قوات مسلحة من مدني اجيب من ولاية الجزيرة ولاية الخير ولاية الكرم اجيب للخرطوم هناك ناس جبرة مقطوعين والله مصنددين اكتر من القوات المسلحة قوات المسلحة مدربة على كل الحاجات اللي بتحصل دي لكن ناس جبرة دي ما مدربين على الكلام ده في مرعب عندها ستة اطفال ما مدربين على الكلام ده شهرين خمسة واربعين يوم مقطوعين لا اكل لا شراب لا موية بتقدر تطلع تجيب اكل وتقدر تحمي اولاده ولا بتشكي الا له الله وما بتشكي له الله ذاته ربنا عالم بتقول ربنا ينصر الشعب السوداني ربنا ينصر القوات المسلحة ما بتقول ولا قاعدين نسمع قواريك ولا بنسمع فيديوهات ممكن نعملوا مقاطئ ممكن نشوفوا زي المقاطئ اللي عملوها احرارنا وزي المقاطئ اللي عملوها الاجانب اول من قامة الحرب محصورين في حتات كثيرة النسوان صرخوا دل ما بيعملوا الكلام ده دل 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 قوة اكتر من القوات المسلحة دل أنا ما بتجاهلهم انا انا بغاتل عشان منهم عشان دل ذاتهم دل هم قلب السودان القيادة يا سيد الكريم هي القرار الصحيح في الوقت الصح لكن كل ما تتأخر يوم وتضيع منه هدن الهدنة ده نستغلها ووري العالم منه بخريقة عالنا قدي البكرة تعملوا حملة انه المساعدات اللي بتجي لحامية القوات المسلحة في كل ولاية السودان تجي الخرطوم والجيش بيحرسها تاني ما في حاجة انت الحرب كده انتهت لما انتعلم التعبة والاستنفار العام بغرار في التلفزيون خلي العالم ده كله يجرس الناس تعرف انه حتقاتل عالنا بضحى حتجي القوات المسلحة تجيبك هنا تمسكك حي كامل تقول لك احرسه المواطنين السلحوا بيعلم القوات المسلحة تتفتح مع اسكرات تدريب وتأهيل سريع يعادة تأهيل وتدريب القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية في الولايات واجه الخرطوم استلموا تأمين المناطق الحيوية احنا المرحل الجاي دارين نشتغل شغل مخطط انا شايفكم شغالين بخطة وكده وبتاع اسمع خطتي اقل عليه بس الموية بتاعة بحري وانا مسبت ليكم نحسي شمبات تنزف وفي مناطق في الخرطوم حسي كان فيها شغل بتاع مقاومة شعبية جاب نتائج والدعم السريع حاول يرجع منتغم من الناس وحاصل في شمبات وحاصل في الحلفاية وده مناطق الجيش ما يتجاوز يعني الحلفاية في جيش وإي حاجة انا عارف لكن للدعم السريع غدروا الناس غدروا الناس الناس استوعبت خلاص بيقيت في دوريات حايمة بالليل وبالنهار بيتأمن ده شغل كبير طبعا فتجي بعدين تحبط الناس يا سيد طارق تقول له الهدن الهدنة دي احنا رافضينها وانت ذاتك رافضة وفيه هدنة قبل كده انت قلت حتى لو البرهان وقع احنا بنرفضها وبنرفض التوقيع على اي اتفاقية مع الدعم السريع اتا معانا وانحنا معاك ده ما تخوي إلا الغيادة اتا بيتعلي صوتك تمرل الغيادة انها لما انتقعد تتفاوت في جدة صوت المواطن والشارع السوداني شو الليلة احنا دارين الشعب السوداني يرجع البيوت يا اخوانا عربي عديل الاعلامة المشوشة اللي بيصلكم فيه احياة فاضية ما فيها دعم سريع احياة بيقت بيوت اشباح الحرب حتستمر كده ليه وما الدين الجيش ينظف في بحر الدعم السريع يجي يعمل له ثلاثة رصاصات في المعمورة الجيش ينظف المعمورة الدعم السريع يجري هناك جبرة بيقت بيوت فاضية الحرب ما هتنتهي كده العنصر السوداني ده المواطن السوداني اللازم يكون عنده دور تأمنوا احياة ديل تعلنوها الحتة الفلانية سكان الحتة الفلانية ديل تعالوا ولعوا الانوار سايب فتحت العمارات دي مش بتجي كهرباء مره مره خلوهم ولع اللمبات دي يا اخي مظاهر الحياة سايب تخلي الناس ترجع في ناس ان تنسيتوهم في حتات محاصرة بيحصل في بري بري دا اسبوعين ما سامع عنها خبر البيحصل في توتي انا ما سامع عنه خبر بيوصلوا لي الناس المعلومة توتي دي منطقة انت ممكن ترجع علي بتغير الكفة توتي بس الكبرى لو اتأمنت هاني ما في دعامي بيقفع به هناك خلاص انتهى الموضوع هون كلهم ستة ثات شارات والله ستة ثات شارات يا اخوان الحتة تلقى موقفينها كلها ستة ثات شارات لو الناس عرفت المعلومة دي وعرفت انها تنزل الشارع بعين الشوف بكرة الصباح جبر بتنضف ستة ثات شارات هاكون احنا بننتهي لكم من الرباعي والثنائي نضربوا ليكم فضلوا المواطنين دي لتصرفوا معاون دي اسمها الحتة البتي تقول لي انا ما بفسر وما بقصر انا شاهد كلاش انت شاهد كلاشك وجهتني التوجيه الصحيح طلعت لي من الحتة اللي فيها خطر عسكري اللي هي فيها قناصة فيها رباعي مرصودة من العدو طلعتني في حتة كويسة قل لي بعد داك اتا ما تفسر وانا ما بقصر اتا ما تنسوا عندكم اسر عندنا تق الله اسر القوات المسلحة ما سعى معك يعني شنو اتا ما تنسوا عندكم اسر عندنا الفهم فيهم والما فهم زي الكلام بتاع الحيوانات دي قحات دي يعني دار تسوي شنو يعني ما فهم بتهددون بالاسر بتاع القوات المسلحة ادي ما كنت تفاوض عندك يا حمر احنا الناس دي اللي عندنا ونما المرقوا من بيوت ما مرقوا مرسلين ولا مرقوا موصيين يجيبوا غنايم ده المرجو شو هده الوداع بتاع العسكري الليلة في السودان ما نودع عسرته كان رسالة كان تلفون كان رفع يده قال مع السلامة بيقولك نلاقيك في الجنة يا زر لما نطلع جاكم هناك اتوا بتفاوضون بيه احنا ما قاعدين نجيب سيرتهم الاسرة انتوا اللي عاملين بيه نقروا الضغط على المؤسسة العسكرية احنا ما قاعدين نجيب سيرتهم احنا عندنا الاسير ده في الدعم السريع احنا عندنا شهيد يا زر احنا ما قاعدين نجيب سيرتهم احنا ما سيرتنا اكم حسي ولا طلع مؤسسة العسكرية تكلم ولا البيان حق القوات بتاع الدعم السريع قالوا يا اخي الجيش قصف مقرات فيها اسرة عسكريين ما احنا عارفين نكون صفيتهم ولو ما صفيتهم عندنا صفيتهم تاني داري شنو ما تنسوا معنا سنهم لكن حسي ما عندهم اي حاجة دار تطبحون اي طبحون ما طبعت كل دقائية تلفلي والدوير انتو بتجيبوا الاسرة المواطنين بتلبسوهم كاكب تاع جيش انتو ما بتخجلوا لكن احنا شغلنا ده واضح جدا ما كنت شايفه اليوم كله شاب كننا دنيا زايلي ما هيفضل فيكم زول انتو ولا هيفضل فيكم زول اجياش هدفوا انكم ما تطلع من هنا وانتو هدفكم بس زمن مشغالين معاكم مقاولة حس القروش بي قد يعني يعني في 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 افلام كتيرة بيجيب لك يعني في قيمة قيمة فلسفية في شام السير قال توجد ارتكازات في بوري الجريف غرب كلها دعم سريع الليلة تقشو الليلة تقشو الارتكازات ان شاء الله الليلة تتقشو اي ارتكاز بدع دعم سريع كبير في شارع الرئيسي ده هدف عسكري طبعا ديلا حيتبلوا خلاص بلا هدنا بلا ما هدنا الحامين في جوا البيوت اللي عاملينها مغرات دي المواطنين يبلغوا فعلوا لينا ابلاغ ده تاني يا سيادة العميد طارق الناس بتجأر بالشكوى وما عارف تقبل وين صبرت دي ثلاثة شهور تسعين يوم خلاص يعني بلاغ مرات ما يرد بلاغ ما تصل لا كن في اهتمام بوسائل التواصل دي في قيمة فلسفية حضرت كتير الافلام بتلقى انه البطل او البطل بيمشي بخارطة بتاعت كنز والخريطة دي بتوديك كهف في كده فيكون فلو اموال الدنيا والعالمين والبوابة بتاعته بتكفل دايما باحساس انه الزول لما نخش جوه يكون ضماعة البوابة بتتكفل او ايجي التنين فالزول بيكون قاعد في قصور جوه بتاعت الدهب ومليارات لحكينا الباب مكفول ما بقدر يطلع ده الحصل للدعامة حسي جابتهم اطماعهم وجابتهم سوء اخلاقهم وجابتهم ما جابتهم غيمة ولا جابتهم هدف حسي يطلع يقول لك احنا بنقاتل من اجل المدنية لو نسبوع بيكرروا في الكلب مدنية شون وخالصيلك ما فاهم مدنية تحمر ولا شون انت جابتك اطماعك وتقفلت في الكهف ده حسي شلت دهب هاي شلت جروش هاي شلت عربات العربية بتلف بيها بتبويزها بس ما اكتر ساركتها من الجميعات بجي تبويزتها في المنشية قطعت بنزين ولا قطعت كتينة بتخليها وتمشي حتمشي بها وانت انت حتمرك كيف انت حتمرك كيف انت شايف الشعب السوداني وشايف القوات المسلحة شايف الناس دي متحالفة عليك ودعوات الناس في الحج أسي دي من الأشهر الحرم والأيام الحرام حاضر وإحنا جوه الحج حسي جوه الحج شايف الناس بيدوا عليك شنو إحنا دارين ربنا سبحانه وتعالى يعني يصفيكم تكونوا عبرة يعني الإحصل في السودان دي يكون عبرة تاني 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 تلتمئة السنة ما في زال يفتح خشمه من الخوانة دي إحنا دارين يكون عبرة ليه يكون وللنسلة الجاي توقع قعد بصمة في التاريخ تحتمره تمشي وين ما جابتك لقيته القصور والألماظ والتلفونات ولقيته الغرف ولقيته المكيفات شيلة همشي بقى هتمشي بقى وين يعني من هنا انتوا اتقفلتوا مع التنين والله قوات المسلحة دي التنين ذاته اللي بتكلم عن البحوشة الاسطورية ده الوحشة الاسطورة القوات المسلحة دي التنين وإحنا المحاربين وانتوا الخوانة نسأل الله في اليام المبارك يحفظ السودان نسأل الله انه يثبت القوات المسلحة نسأل الله انه يبين وبصر الناس يا رب العالمين نسأل الله انه يعين بحقنا يا رب العالمين نسأل الله انه يسدد رمينا كلنا يا رب العالمين نسأل الله انه يخلص النوايا نسأل الله أنه يثبتنا على الحق كلنا يا رب العالمين نسأل الله أنه يثبتنا على الحق نسأل الله أنه ما يفتننا يا رب العالمين نسأل الله أنه ما يفتن